السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم جميعهم طيبين وبالف خير النهاردة عندنا وصفة لللحمة هتعمليها في دقيقة واحدة مشهورة جدا في اسكندرية أصحاب الأفران بتوع العيش البلدي دايما بيعملوها اسمها ورقة لحمة حطي لايك ولو أول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وكمان فعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد هتجيبي كده بورقتين من الزبدة وهما كانوا بيعملوها زمان بورق الجرائد احنا طبعا بنعملها بورق الزبدة هما دلوقتي بيعملوها بورق الفويل والزبدة برضو هنحطهم كده تلات ورقات على بعض اتنين فويل واحدة زبدة هنجيب اللحمة اي قطعية لحمة انت يتفضليها واي كمية هتقطعيها بس مكعبات صغيرة ومهم جدا يكون فيها حيطة ملبسة وبعد كده هتنزلي عليها بحبايتين من الطماطم متقطعين جوانح وحباية من الفلفل الرومي وكمان الفلفل الحار وده كده حسب الرغبة حباية كبيرة من البصل برضو متقطع جوانح كله كده على بعضه وانا هزود هنا بطاطس دي كده حسب الرغبة هما مش بيحطوا بطاطس بس البطاطس هتكون محملة شوية عشان تستحمل معنا سوى اللحمة هنتابلها بفلفل اصمر ومالح وبهارات في لحمة وهنقلبها كويس جدا هنديلها بس رشة كده منع الوش ملح تاني وما تخفيش مش هيخليها تغيب في السوا ولا حاجة اهم حاجة بقى بعد ما قلبناها كده بنقفلها كويس جدا جدا عشان هي هتستوى على البخور ده تمام كده ما بنحط لهاش مية ولا اي حاجة بنقفلها بس كويس جدا عايزة تحطيها نص ساعة على البودوجاز كده على نار هادي وبعدين تدخليها في الرف الوسطاني في الفرن تكمل سواها ممكن بتقعد حوالي ساعة ونص في الفرن او على حسب طبعا الفرن بتاعك وهو ده شكلها كده النهائي اللحمة دايبة دوب والبطاطي ازاي الزبدة خطي لايك واشتركي في القناة كل سنة وانتو طيبين